أهلا بكم من جديد. تمكن فريق من الأطباء والباحثين من ابتكاري تقنية جديدة للكشف عن مرض السرطان. واعتمد الفريق على أداة طبية جديدة تستخدم الثكالي الصناعي لتحديد الأورام المرتبطة بهذا المرض وتسريع عمليات التشخيص. ووفق خبراء مؤسسة رويال مارستن ومعهد أبحاث السرطان في لندن وإمبيريال كوليج لندن. فإن الأداة التي صممها الفريق تساعد في تحديد ما إذا كانت الأورام الطاهرة في التصوير المقطعي سرطانية أم لا. ويسعى الفريق فريق الباحثين إلى تحسين أدوات الكشف عن مرض السرطان وتطويرها. إذ إن التدخل العلاجي المبكر يكون أكثر نجاحا. كما أشار تقارير علمية إلى أن الباحثين استخدموا فحوص التصوير المقطعي لنحو 500 مريض. لديهم خلايا سرطانية رئوية كبيرة. ويمكن أن تستخرج هذه التقنية معلومات مهمة من صور الأشعة التي لا يسهل على العين البشرية رصدها. والجدير تكره أن مرض السرطان يتسبب بوفاة نحو عشرة ملايين شخص سنويا وفق إحصاءات مناطمة الصحة العالمية. للمزيد نرحب معنا من بيروت بالدكتور رياض سركيس وهو بروفيسور في جراحة الجهاز الهضمي والأورام. أهلا وسهلا بك معنا. بداية كيف تقيم أهمية هذه التقنية الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد الأورام الصراطانية؟ مساء الخير. أهلا وسهلا. إن الذكاء الاصطناعي اللي هو الارتيفشل انتليجانس هو فقط تقنية جديدة هدفها تقويات التشخيص. تقويات الكشف المبكر وتقويات البرنامج العلاجي لأن هدفنا شفاء المريض. فإذا الذكاء الاصطناعي لم يأتي ولم نخترعه لكي يلغي الطبيب. ولا يستطيع أن يكون مكان القسم الطبي. فإذن وكلمة الذكاء الاصطناعي ليس لكل السرطانات ولكل الجسم. الذكاء الاصطناعي هو ذكاء متطور من زياد فيه المعلومات. وكلما من زياد فيه معلومات كلمة الأكوريسي تعلم. لذلك اليوم وقتنا نحكي عن ذكاء اصطناعي بكشف الأمراض حددت حضرتك بالرئة. لماذا ذكرت مثلا بالعظم والكبد؟ لأن كلها تقنية متطورة. هل اليوم الذكاء الاصطناعي أزكى أم الدماغ؟ من هذه التقنية الجديدة، دكتور رياض. نعم، حقيقة هو الذكاء الاصطناعي عنده عدة أمور يقدر يكشفها. الأمور بالمعلوماتية عن المريض اللي نقدر نحطه بيقدر يساعدنا. نعرف إذا المريض يعاني من السرطان. إشياء كشف بالنظر. لذلك اليوم الذكاء الاصطناعي كتير قوي بالطب الذي يرتكز على الصورة ورؤية أمر. أشرح هذا الوضع باختصاصين. اختصاص الأمراض الجلدية، درماتولوجي. اليوم وقت الطبيب شاطر كتير بيشوف صورة. وهالصورة نفسها بفرجية للذكاء الاصطناعي اللي نحن حطينا فيه مليون صورة. أكيد الذكاء الاصطناعي بده يعطي أكوريسي كتير كبير. كما أن الذكاء الاصطناعي بكراءة تصوير الإشعاعي. يعني مثلا إذا عمل PET-City Scan أو سكانر أو MRI لمرض معين. الطبيب اللي عم بيقرأ بيقول أنا أشك بمرض. لكن وقت البدخل قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطبيب من علل أكوريسي. ماذا يعني هذا؟ يعني مثلا ناخد الماموغرافي للسيدات. دايما بآخر التقرير يذكر إذا بتلاحظوا تاك كير في 20% إلى 30% ممكن يكون فيه أخطاء بالقراءة. بس دخل الذكاء الاصطناعي بخفف هال20% و30% إلى 5%. منكون أضفنا هالكوة يلي نحن جمعناها بالذكاء الاصطناعي. خلينا نقول بالكوة الأفكار يلي تسجلت بالذكاء الاصطناعي لحتى تعطي مساعدة في التشخيص. لذلك الزكاء يساعد في التشخيص المبكر. وهذا هو الهدف. كلما نكشف السرطان أبكر أفضل. تانيا تساعد في تحديد أنواع السرطان. وثالثا اليوم ينشغل كثير لنرى نوعية السرطان مثل الإستو باثولوجي. ممكن بالذكاء الاصطناعي قبل أن نعمل الخزعة نقدر نحدد إذا السرطان لقراءة تبعه شرس أو لطيف. هل تساعد أيضا في إمكانيتي إيجاد علاجات جديدة للسرطان؟ حقيقة هذا الذكاء الاصطناعي هو تراكم إرادي لمعرفة أشياء كثيرة. ونحط لنوع كانسر العلاجات التي اتخذت لمئة ألف مريض. بعدين ممكن نقدر بالذكاء الاصطناعي نحدد العلاج الأفضل للمريض المعين. ويكون هذا السيستام ماشي. نقدر بالذكاء الاصطناعي نحدد على بعض العلاجات. كيف ممكن يكون تطورها. كيف يصير انتقاءها. وممكن يساعدنا تنفكر بموليكولز جديدة. ونستطيع أن نبتكر للمستقبل إشياء جديدة. بس بالنسبة لأيلي أهم أن نكتشف دواء جديد مثل ما هلأ اليوم. كلها هودة يكتبوا أرتيكولز جديدة. ضرورة يكون في إشياء ملفتة للنظر. ومدخشة. أما بالنسبة لأيلي الذكاء الاصطناعي. برؤيتك كمدير أبحاث. هدفها نكشف بكير الكانسر. وهدفها ليس حتى نكتشف أدوية جديدة. كيموثيرابي. هدفها تساعدنا نقدر نكشف طريقة الباثوفيزيولوجي. طبعا الكانسر. وتساعدنا نقدر نعمل علاجات مصيبة. دايركتلي للكنسر. أنا أقام أكثر بالإميونوثيرابي والتارجيت ثيرابي للمستقبل. أكثر من العلاجات الأخرى. وصلت هذه الفكرة. هل كل الأورام السرطانية قابلة لتطور والنموه بشكل تدريجي؟ أن بعض هذه الأورام السرطانية قد ينتشر بسرعة قياسية. وربما قد لا يحدث كشفها المبكر فارقا كبيرا. نعم. بشكرك لها السؤال. لأن حقيقة في سرطانات صغيرة كبرى أقل من سنتي وتعرض حياة المريض للخطر على سنة وسنتين. في عنا حالات وفيات بسرطان ثادي صغير من سميه triple negative. كبره سنتي ممكن الوفاة تكون بعد سنة مع كل العلاجات اللي عنا. وممكن سرطان كبره عشرة سنتي ويكون خلينا نقول يعني الريسابتر بوزيتيف والهيرتونيو نيجاتيف. وهيدا المريضة تشفى شفاء كامل ما يرجع يعودها. فإذا مش المنظر تبع الكانسر اللي بيخوف. بدنا نشوف الجريت تبعه نوعية الخلايا. وهون الذكاء الاصطناعي مساعد جدا بهذه الأمور. ويساعدنا للمستقبل بحسب أبحاثنا الحالية تنحدد تقنية جديدة لكشف السرطان. يعني مضبوط عندنا السكان والأم أر آي والبيت سكان. هذي مش كافيين هولا المتابعة. بس نحن بحاجة لتقنية جديدة. وأنا كمدير أبحاث بشتغل تقنية كشف الأورام من الجلد بالبولاتي الأورغانيك كومبون. يلي اليوم الذكاء الاصطناعي بعده أقل من كشف دماغ الكلب بريحة الجلد. يوم من الأيام أظن بعد الـ 2033 ممكن الذكاء الاصطناعي يصير أقوى. وما نعد نستخدم دماغ الكلب بكشف ريحة السرطان ونستبدله بالذكاء. فإذا الذكاء الاصطناعي هو علم متطور. ليس علم لاغي للماضي. هو مكمل. نعم. هو مكمل ويأتي كإضافة يمكن الاعتماد عليها. هو علم مكمل لما نعرف. لبروفيسور في جراحة الجهاز الهضمي والأورام من ضمن إلينا من بيروت.